خيار المناخ 2024 ستة شهور من الفوضى المناخية ده عنوان التقرير التقرير بيشير إلى خسائر مادية كبيرة تصل إلى حوالي 41 مليار دولار وطبعا إلى جانب الخسائر البشرية والأضرار اللي بتلحق بالنظم البيئية في العالم كله نتوقف عند اقتصاديا التكلفة الاقتصادية لمثل هذا التغير المناقي هذا الرقم حضرتك شايفه ازاي؟ لا هو رقم يعني يعتبر شبه حقيقي وقريب جدا من الواقع وفي نفس الوقت يمكن تحتاج الدنيا كلها على تغيير النظم العمرانية ونظام الإسكان وأنا سعيد أن وزارة الإسكان لها دور دلوقتي في تصميم الأماكن وتصميم المباني وتصميم الشوارع التي تستطيع أن تخفف من زحام الغازات اللي طلعة من كل الأنواع من الطيرات ومن الأوتوبيسات ومن التاكسيات ومن كل ده في العواصم الكبرى في العالم كله المدن الكبرى في العالم كله فوق المدينة بنتصور بالإنفرارت بالأشعة تحت الحمراء أن دي منطقة مليانة ملوسات ومليانة ملوسات يعني مش عارفين نتخلص فيها من حجم الاحترار بنزود الاحتباس الحراري فبتكون النتيجة نقول للناس لو سمحت أنت بتشتري عربية وانت بتشتري عربية اشتري 14 شجرة مع العربية وال14 شجرة دول هم دول اللي بيقولوا عليها السينك اللي هي أن انت بتشفط فيها الملوسات الكبيرة أكاسيد الكربون وغيرها وبتطلع من نفس الورقة الشجر مصنع أكسوجين يعني أنا باخد الجزء الكربوني وبمصه وفي نفس الوقت بديلك مكانه أكسوجين فبصلح الجو فأنا بقوله وانت بتشتري العربية بتاعتك كل 14 شجرة دول بالورق بتاعهم لما جينا نقطع الورق عمل لنا 4 متر 4 متر أوراق يعني معناها 4 متر مصنع أكسوجين وبلوعة أكاسيد كربون ودي على فكرة أهمية النباتات الناس فاكرة أنها مجرد زينة لا دي مرتبطة بالجهاز الرئوي بتاعنا بالجهاز التنفسي بتاعنا ويجي الراجل يشتكل الدكتور يقوله أنا حاسس أن أنا عندي حساسية وعمالة كحة وكذا فطبعا هو لأنه معرض نفسه لكثير من مستوى الأتربة على مدار 10 ساعات أو 8 ساعات لكن هو لو خفف دي وقعد على كورنيش النيل حاجة تفرح بصراحة لا يعني كورنيش النيل 3 مستويات وال3 مستويات فيها واسع كبير جدا على شط النيل تحت وتشوف الشباب والسيدات والأسر كلها مستمتعة بهذا الموضوع لمجرد أن احنا أضفنا أشجار لأنه ده هو مصنع الأكسجين اللي هيخفف أزمة التلوث للخاصة بالتغير المناخي أو علشان نبقى صراحة الانقلاب المناخي المتوقع ترجمة نانسي قنقر